استشهاد الصحفية الفلسطينية شيرين أبو عقلة بأيدي المحتل الإسرائيلي طعنة جديدة للجماعة الصحفية وإتبات متجدد على خشة الخصم واللا إنسانيته مرحبا بكم أصدقائي أولا صلوا على الحبيب في البداية لا تنسوا الشركة في القناة وتفعيل زر الجارة ليصلكم كل جديد هيا بنا لنبدأ الصحفيون في مناطق النزاع والإضطرابات لا يتمتعون بالحماية نفسها التي تتوافر الأطقم الطبية في القانون الدولي الإنساني ما يجعلهم هدفا سهلا ومباشرا خاصة أنهم يوثقون الانتهاكات ومن تم فإزاحتهم عن الطريق مهمة مقدسة لدى كل محتل إذن لا بد من انتهاز هذه الفرصة لتعديل القانون وإسباغ الحماية الملائمة على الصحفيين في المناطق المشتعلة لتمكينهم من القيام بدورهم في كشف المسور شيرين أبو حقلا تلقت رصاصة في الرأس خلال تغطيتها اقتحام الجيش الإسرائيلي فالمعلومات الأولية تؤكد أن قناصا استهدف شيرين مباشرة ولم يكن الأمر إطلاق نار عشوائي كما يروج جيش الاحتلال فعزاؤنا أن شيرين ارتقت وهي تمارس ما أحبته وما آمنت به ومنحته من وقتها وعمرها سنوات أما كل ما كان يحيط بها من مخاطر وتهديدات إنها ابنة مخلصة لقضيتها النبيلة وشعبها العظيم لذا كان لابد أن يكون مشهد رحيلها أيقونيا رحم الله شهيدة الواجب وكل شهدائنا الأبرار الذين لا يعني موتهم بهذه الطريقة الوحشية إلا أنهم على الحق وعند الله تجتمع الخصوم خالص العزة لأسرتها وللشعب الفلسطيني والجماعة الصحفية العربية شكرا لكم على المتابعة دمتم في أمان الله